بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين أما بعد ابتداء أشكركم على هذا اللقاء وأشكر الداخلين معنا الآن والذين يستمعون القول ويسأل الله تبارك وتنجع اجتماعنا هذا مرحومة ونجع تفرق من بعده معصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة وقد أفاد أخونا الدكتور عادل الحفظ الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع في قضية العشر لكن بالنسبة للمسلم يعني ما عنده شيء اسمه يعني قيام رمضان أو قيام العشر الأواخر من رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم السنة كلها صلى الله عليه وسلم وذاك لما سئلت عائشة عن وطر النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا صلوات ربي وسلامه عليه وقضية دخول الليلة أو الليالي العشر في ليلة عشرين أو ليلة واحد وعشرين البعض يفعلها من باب الاحتياط فيما لو كان الشهر تسعة وعشرين تسعة وعشرين يوما فمن هذا الباب يحتاطونا فيقومون منها لكن في النهاية هو قيام الليل يبدأ بعد صلاة العشاء فسواء صلينا بعد صلاة العشاء مباشرة أو صلينا بعد منتصف الليل هو في النهاية قيام الليل ولكن الفارق أنهم كانوا يعني يزيدون في العبادة لا يؤخرون الوقت فقط وإنما يزيدون في العبادة كما ذكر أخونا الدكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى كان ذا دخل شد مئذرة وأحيى أهله وأحيى ليلة وأيقظ أهله فيعني زيادة في العبادة في العشر الأواخر أكثر منها في الليالي الأولى من رمضان وليست نحن الآن في حال كثير من المسلمين القضية بس قضية تأخير وقت بس يعني هذا بعد العشاء مباشرة هذه الساعة بعد الثانية عشرة ليلا أو بعد الواحدة ليلا يعني المهم أنه يعني بس في وقت متأخر لكن لو جئت تنظر في مدة الصلاة التي يصليها الناس كذا متقاربة نوعا ما ففي النهاية التي لا فرق قام أولها أو قام آخرة وإن كان لا شك يعني القيام آخر الليل في الثلث الأخير أفضل في رمضان وفي غير رمضان في العشر الأواخر وفي العشر الأوائل القيام في آخره أفضل من القيام في أوله أوله ولذا عمر رضي الله عنه لما جمعهم على أبي بن كعب قال والتي ينامون عنها أفضل يعني اللي هي آخر الليل فأس الله تبارك وتعالي يمكننا جميعا من تقرب إلى الله تبارك وتعالى بقيام هذا الشهر وقيام غيره من الشهر والمطلوب مننا نحن كمسلمين اليوم هو أن نستفيد من هذا الوضع بحيث أن هذا يكون بداية انطلاقه وليست القضية قضية قيام رمضان وإنما القضية قضية قيام الليل وليس قيام رمضان فإن شاء الله تعالى يستمر معنا هذا في قيام ليلة العيد لا لأجل تخصيص ليلة العيد ولكن لأجل أن يعتاد الإنسان على ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام لكن لا يعني هذا أنه ما كان يقوم الجمعة يقوم الجمعة لكن لا يخصصها دون غيرها فنحن نريد يعني حتى في ليلة العيد أيضا كلنا قيامنا كلنا وتر ثم بعدها في ليالي شوال في ليالي ذي القعدة في ليالي ذي الحجة في ليالي محرم حتى يأتينا رمضان القادم ونحن قد يعني استقامت أمورنا واعتدنا على صلاة الليل وأحببناها ووضبنا عليها واعتدناها فهذا هو المطلوب حقيقة أن يسم نعم 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 رمضان فرصة ليغير الإنسان نمط حياته أن يبدأ نمطا جديدا يعني هذه أمور مشجعة ها شفت قمت الليل ما الذي ضاع من وقتك لما تقضي ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر وأنت تقوم الليل تصلي لله تبارك وتعالى عندما تختم في رمضان شو المشكلة أنك تختم في غير رمضان ما المانع ها تستطيع أن تفع أكذاك اعتياد على الصيام صمت شهرا كاملا شو المانع أنك تصم ثلاث أيام من كل شهر وهكذا فيكون باب الاعتياد على هذا الأمر نتذكر قول الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون في رمضان وغير رمضان أن يكون هذا الوقت يعني من الأوقات التي يحرص عليها المسلم في أن يستثمرها كما يقال صح والله المستعان الله يرفع قدركم شيخنا مما ورد شيخنا الله أحمدكم شيخ أطمان في ليلة القدر حديث عائشة الذي نحص دائما عليه وهو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة اللهم أملك عفو وانتوا حبوا العفو فاعفوا عني فائدة شيخنا تخصيص العفو في هذه الليلة يعني أود أن نعرف قيمة هذه الدعاء في هذه الليلة بهذا الخصوص ابتداءنا أنا أول شيء أبارك لعامة المسلمين حقيقة في إدراك هذا الشهر وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم إدراك العشر الأواخر لتبدي من ليلة الغد إن شاء الله تعالى وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياهم وإياكم طبعا كلنا جميعا ليلة القدر اللهم آمين وهذه الليلة المباركة كما ذكر أخونا دكتور عادل حفظ الله تبارك وتعالى لما يخبر الله تبارك وتعالى أنها خير من ألف شهر ولم يقل هي مثل ألف شهر وإنما خير من ألف شهر يعني شيء عظيم جدا وهذا من فضل الله تبارك وتعالى أن أعمار هذه الأمة قصيرة مقارنة بالأمم السابقة عندما نقرأ عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما بينما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أعمارها بين الستين والسبعين فلذلك الله تبارك وتعالى عوض هذه الأمة قصر أعمالها بمثل هذه الليلة المباركة هي ليلة عن ثلاث وثمانين سنة وأكثر قد تصل إلى تسعين قد تصل إلى مئة فاتصور أنت إنسان يعيش يعني مع هذه الليلة يعني بعد بلوغه بلغ في الخامسة عشر من عمره والآن عمره خمسة وخمسين أربعين سنة كل سنة فيها تسعين سنة يعني نوصل حق نوح عليه الصلاة والسلام صلاة ربه السلام عليك فالقصد أن هذا فضل من الله تبارك وتعالى عظيم جل وعلا بأن عوض هذه الأمة ما فاتها من طول الأعمار بالنسبة للأمم السابقة وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الليلة وقرأت في كتاب الله تبارك وتعالى فضل هذه الليلة وإنها عن زنافية القدر وما أدرك من قدر لأيت القدر الخير من ألف شهر طيب تنزل ماكتور روح فيها بإذن ربه من كل أمر يعني جعلها يعني تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أدركت أنا هذه الليلة فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من جوامع الكلم قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو عفو عنا ولم يتكلف في الأدعية قولي هذا الدعاء وهذا الدعاء وهذا الدعاء أبدا دعاء يسير كلمات معدودة اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا سبع كلمات فقط أرشدها إليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عفى الله تبارك وتعالى عن العبد نال الخير كله خلاص عفى بمعنى سامح فإذا عفى الله تبارك وتعالى معناها رجع كيوم وددت أمه عفى عنه خلاص جاوز كل شيء يبقى حقوق الآدميين حقوق الناس هذه الأشياء طبعا لا يسقطها الله تبارك وتعالى حتى يعيد العبد الحق إلى غيره والعفو هو المسامحة فإذا عفى الله عننا سبحانه وتعالى في هذه الليلة نلنا الخير كله وهكذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها فيما لو أدركت هذه الليلة أن تحرص على هذا الدعاء ولذا أنا أدعو لأمه والناس إذا قاموا فرادا في بيوتهم وكذا أن يحرصوا على هذا الدعاء يعاد يكرر عشر مرات عشرين مرة مئة مرة دعاء طيب مبارك أرشاد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المنين رضي الله عنها على أن تقول هذا الدعاء ومفهومه أنها تكرره اللهم إنك عفوون تحب العفو فاعفو عننا اللهم إنك عفوون تحب العفو فاعفو عننا تكرر هذا الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يستجيب جل وعلا فإذا جاءك العفو من الله نلتر خير كله الله المستعب الفاظه قسيرة وسهلة لكل مستعب ما يصعب على أحد أن يحفظه أبدا طيب ننتقل لأمر مع شيخنا الشيخ عثمان كثير من الناس شيخنا إذا جاء في العشر أشغل نفسه في تحري الليلة وانطباق العلامات عليها وهل هذه ليلة القدر أو ليست ليلة القدر أو أنه مثلا يقوم ليلة معينة ويترك بقية العشر بناء على ما ورد مثلا في تحبيبها عن بعض الصحابة من أقوال أنها ليلة 27 أو الليالي الوترية هل في نصيحة أني شيخنا ممكن وجهها للناس بخصوص هذه الجزهية قبل هذا أريد أن أضيف يعني الأعمال التي يقوم بها الإنسان في العشر اللواخر وهي من أعظم الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف الاعتكاف في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه صلاة ربنا سبحانه كان يعتكف العشر الأواخر صلاة ربنا سبحانه وكان نساءه يعتكفنا معه وكان الصحابة يعتكفون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتكفوا بعده وما زال أهل العلمي والفضل والناس الصالحون بشكل عام يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة العشر الأخيرة وإذا جاء الاعتكاف جاء الخير كله معه لأن الإنسان إذا اعتكف انفصل على المجتمع وعن تضيع الوقت فإذا اعتكف أكثر من الصلاة وأكثر من القراءة وأكثر من الدعاء وأكثر من الذكر وقلل الطعام وانشغل بالله تبارك وتعالى فهذه العبادة حقيقة يعني يجب أن تحيا من جديد وأن يحرص عليها المسلمون اليوم أشد الحرص وهي عبادة الاعتكاف في هذه الليالي المباركة يعني من قدر له ويسر له وأن يعتكف العشر كلها فهذا طيب من لم يتيسر له ذلك يعتكف ثلاث ليالي أربع ليالي خمس ليالي ليلة واحدة المهم أن يحرص على الاعتكاف وهذا أمر مهم جدا ينبغي التنبه له سيكون شيخ لكل خير يعني إذا لازم المسجد نعم سيكثر من جهة نوع العبادة جاء الخير كله جاء الخير كله نعم وأظن الحمد لله عندنا في الكويت يعني الوزارة يعني مهيئة لهذا الوزارة الأوقاف مهيئة لهذا الأمر للناس إذا أرادوا أن يعتكفوا في هذه الليالي والأيام فهذا شيء طيب مبارك أنا أدعو له صراحة يعني أن الناس يحرصون على الاعتكاف في هذه الليلة أما الذي يأسم حتى لو اعتكف بعض الأشهر لو ما استطاع جميع الأشهر نعم كما قلت قبل قليل لو ليلة لكن المهم أن يعتكف أن يعتكف في بيت بيوت الله تبارك وتعالى وينشتغل بالخير في هذه الليلة أو في اليوم والليلة حسب اعتكافه يعني ولكن كما قلت قبل قليل الله يحفظكم وهو قضية أن بعض الناس ينشغل عن العبادة في هذه الليالي في قضية البحث هل خرجت الشمس كذا هل كانت قارة لا حارة ولا باردة هل كانت يعني الليلة البارحة هي ليت القدر أو شيء يعني أنا أتصور إنسان يعني لا بأس عن يعني يبحث عن مثل هذه الأمور التي لا تشغله لا تشغله عن أصل العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام والليالي المباركة نعم لعل شيخنا أبو مسعود رضي الله عنه لما قال الكلمة التي رويت عنه من يقوم أستنة كلها يصب ليلة الخدر لعله أراد إشارة إلى هذا المعنى أن من قام لأنها في النهاية ستكون ليلة من الليالي صحيح لأن الإشكالية يعني عندك في قضية دخول الشهر هيصير في خلافها لدخل أو لما دخل في بعض طبعا حسب مواقع بعض الدول يكون ليلة القادمة دخلت عندهم ليلة القدر أو كذا فإذاك من قام العشرة كلها يقينا يقينا أدرك ليلة القدر نعم نعم قطعا أنها ستكون ليلة من الليالي العشرة نعم صحيح صحيح يكون أدركها نعم وعند بعض علماء الحنابلة يمكنني صحيح لشيخ أثمان أنه قد تبطل الصلاة بذلك عند التفصيل في الدعاء وأتمنى من شيخنا الحبيب أن يعلق على هذه القضية إذا تكبر أضر شيخنا لا هو كما قال أخونا دكتور عاد الحبيب الله تبارك وتعالى أن هذا يكره عند أكثر أهل العلم تطريب في الدعاء حتى أنه يعني تكلف في البكاء حتى يعني البعض يتكلف في البكاء والنشيج يعني في الدعاء ما لا يفعله مع القرآن وأحيانا يكون فاصل الدعاء أكثر من وقت قراءة القرآن يعني ركعة الدعاء أطول من ركعة القراءة وهذا لا شك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنساء الله تبارك سام كأنها وعب لما يذكر القبر وعذاب القبر أو الجنة نعم نعم كما ذكر أخونا الدكتور عادل الله يحفظه يعني فعلا يعني هذا لا ينبغي أن يكون بهذه الطريقة التي نراها اليوم عند الكثيرين والله المستعان المقدار قبل أن نختم شيخنا نستمتعى فائدة المقدار الذي يمكن أن يقول أن الإمام أطال في الدعاء أو أنه مثلا لم يطل يعني هي قضية تقديرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن ابن علي رضي الله عنهما يعني علمه الدعاء القنوط المعروف اللهم أهدنا في من هديت وعرفنا في من عفيت تولى في من توليت وبركنا في من عطيت وقلنا وصف عنا شر ما قضيت أنك تقضي ولا يقضى عليك أنه لا يعز من عد هذا هو الدعاء الذي علمه الحسن أن يقوله في قنوته فإذا زاد الإنسان جملة أو جملتين لا بس أما أن يكون دعاء القنوت أطول من الصلاة بل أني يعني صليت مرة يعني كان الإمام يعني في القراءة يعني ما يكاد يقرأ سطرا طيب ثم يركع وصلاة سريعة جدا لما جاء وقت الدعاء صراحة يعني تشنج وصر يبكي بل يفتعل البكاء لعله يعني ويصرخ صراخا وعويلا وجلسنا ثلث ساعة بالدعاء يعني أنا الحمد لله ما كنت أصلي معايا يعني أنا أول ركعتين صليت معا وانسحبت يعني من سرعة صلاته لكن طررت للجلوس لأن زوجتي كانت في مصلى النساء فكنت أنتظرها يعني وما كان في تلفونا ذاك الوقت قديمة فجلست أنتظر يعني فلما صلى الوتر يعني دعاء القنوط شيء غير طبيعي أبدا يعني ما هكذا يعني ليس هذا الذي جئنا لأجله جئنا للصلاة وليس للدعاء يعني والدعاء طيب لكن ما أخصد الدعاء الذي دعا بها الأصل في الدعاء أنه طيب لكن الأصل الصلاة أن يطال في الصلاة لا أن يطال في الدعاء والله المستعان سأله يهدينا وإياكم وإياهم ترجمة نانسي قنقر